اهلا يا شباب الفيديو ده بسيط هنعرف فيه ازاي نعمل في برنامج فيجمة اول حاجة هبدأ عمل بتاعي فهاجي هنا عندي الاشكال اللي عندي واختار او الدايرة اللي هنكاريت بيها الشكل بتاعي فهعمل زوم على الشكل بي كنترول بلس هتظهر معي كلمة او علامة زي ما هو ظهر قدامك وكمان اقدر اعدل عليها بالشكل ده واسحبها بالشكل ده وابدأ اوصلهم ببعض تاني وممكن اضيف نسبة جوة الشكل واجي هنا عند اليمين واغير اللون واخلي وليكن انجلر واخلي درجتين لللون وايه هعمل سلكت عليهم ومن فوق اختار كومبولنت وابدأ اضيف ليه الفيرانت بالشكل ده اغير زوايا باقي الفيرانت بحيث يكون مختلفين عن بعض بالشكل ده ترجمة نانسي قنقر هنا عند وضع البروتوتيب. وابدأ اسحب بالترتيب. واخليه افتر دلاي. واخليه وان ميلي ثانية واحد ميلي بس. وكمان سمارت اينيميت. وعند باقي الاشكال نفس اللي انا عملته. وهنا لما اجي عند الفيرانت الاخير هاسحبه للفيرانت الاول بنفس السيتنج اللي انا عملتها. بحيس يكون في نفس اللوب اللي عملات كونت تكرارية. فاحنا عايزين نشوف اللي احنا عملناه ده فانا هاجي هنا هعمل فريم جديد. واجي على اليمين عند السيتس. واسحبها معي للفريم بالشكل ده. واجي عند وضع البروتوتيب. واجي اعمل ادف لو جديد. واجي اعمل بلاي. هيزهر معاك زي ما انت شايف. وبس كده هشوفكم في فيديو جديد. سلام.